ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لوحدة الصين لبحث ملافات التعاون المشترك تم خلال الاجتماع استعراض عدد من مؤشرات التعاون المصرية الصينية حيث وصل حجم التبادل التجاري خلال عام 2023 إلى 15.7 مليار دولار فيما سجل حجم الصادرات المصرية إلى الصين في نفس ذات العام 881 مليون دولار كما تطرق الاجتماع إلى منطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين التي تضم ما يزيد على 140 شركة في قطاعات صناعية ولوجستية وخدمية بحجم استثمارات يتخطى نحو 3 مليارات و300 مليون دولار وتوفر فرص عمل تصل إلى أكثر من عشرة ألاف فرصة عمل